فاسدون غير مهنيين وتابعون للخارج لذلك اثرت الانسحاب من لعبة تجمعني بهم هذا ما يريد مقتدى الصدر ان يوهم به الشارع ليبرر انسحابه من الصراع العلني في ساحة السلطة تدوينة للمتحدث باسم الصدر صالح محمد وضعت عشرة اسباب لانسحاب الصدر من المشهد دارت كلها حول الشعارات الوطنية التي تهاجم المنظومة السياسية وتقر بفسادها وطائفيتها وتبعيتها للخارج وعدم كفاءة افرادها القارئ لهذه الاسباب يظن ان مقتدى الصدر وافد جديد على المشهد السياسي ولم يشهد ويشارك في بناء النظام الحاكم وتأسيس المنظومة الطائفية منذ عام 2003 عندما كان له السبق في كل شيء تأسيس الميليشيات وهندسة الكتل والاحزاب وانشاء ما تعرف اليوم بالدولة العميقة لكن هذه التبريرات ليست غريبة عن مقتدى الذي طالما اجاد لعب دور الضحية والمنقذ في كل الادوار مرارا ما اعلن انسحابه واعتزاله وزهده السياسي ثم يتراجع ومع كل ذلك لم تمر حكومة الا وله فيها نصيب كيف لا وهو من صرح عام 2020 انه لم تتشكل حكومة منذ عهد اياد علاوي الى الوقت الراهن الا بتدخل شخصي منه ماذا اجد دي؟ من اياد علاوي والبوليوم كل حكومة تشكل اذا امو مقتدى ما تشكل انا اقول لك في هذه الفترة التي يبدو فيها الصدر غائبا عن المشهد ترى مجموعة الازمات الدولية خلاف ذلك وترجح ان الصدر لم يرمي بكامل اوراقه وانما قد يلجأ الى استغلال الشارع كوسيلة ضغط على الاطار التنسيقي لتحقيق ما يريده دون ان يظهر ذلك على العلن فن الرجل الحاضر الغائب يجيده الصدر تماما ينسحب ليظهر امام الناس بمظهر البطل الوطني الرافض للمنظومة الفاسدة وبنفس الوقت يحرك المشهد كما يريد ولكن من وراء الستارة